قام رئيس لجنة عادات بيترول حقل كدلوى بإقليم شريبا جرمي حسن كدل محمد برفقة أعضاء اللجنة قاموا بزيارة ميدانية لتفقد أحوال سكان مدينة الدربالي الذين تضرروا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الماضية ووعدت اللجنة بمساعدته مريم عبد الرحيم مارطي نتيجة للأمطار التي هطلت في الخامس عشر من يوليو 2015 والتي أدت إلى خسائر مادية ومعنوية لأسر مدينة دربالي بإقليم شريبا جرمي حيث أن المدينة تعرضت في تلك الفترة إلى عدة خسائر بسبب كثرة الأمطار كهدم المنازل وتدمير المساحات الزراعية بالإضافة إلى أضرار اللحقت بالمواطنين لهذا فقد انعقد هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة المؤقتة لإدارة العائدات البترولية بإقليم شريبا جرمي مع لجنة إدارة الأزمات في مدينة دربالي حيث تمحور اللقاء حول إيجاد الحلول اللازمة والطارئة لهؤلاء الأسر المتضررة جراء لهذه الأزمة وبعد جولة على المكان المتضرر فإن نائب رئيس لجنة إدارة العائدات البترولية ذكر بأنه وبعد الاطلاع على الأحداث السابقة والحالية فإن أهالي مدينة دربالي بحاجة إلى كل مد يد العون من قبل الجهات المختصة أما المقرر العام للجنة الأزمات وجه نداء إلى كل المنظمات الإنسانية وإلى أصحاب النوايا الحسنة للمزيد من المساعدات يذكر بأن الحصيلة التي جمعتها لجنة إدارة الأزمات للأضرار التي لحقت بالمباني بلغت حوالي 2134 بيتا في مدينة دربالي